السلام عليكم عزائي الطلبة اليوم استكمالاً للجزء الثاني من درسنا الاتزان الديناميكي سنستعرض لهو بعض النقاط اللي نشير إليها إن شاء الله هي التعرف على الاتزان من حيث الحالة الفيزيائية رايح نتعلم كتابة تعبير ثابت الاتزان للأنظمة المتزنة ونحسب الاتزان من خلال بيانات التراكيز طبعاً نوضح في البداية أنواع الاتزان عندنا الاتزان المتجانس والاتزان الغير متجانس عندي نوعين الاتزان المتجانس والاتزان الغير متجانس نقصد بالاتزان المتجانس هو تكون فيه المتفاعلات والنواتج في نفس الحالة الفيزيائية أن تكون الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج على حد سواء ومتشابهة بينما الاتزان الغير متجانس تكون فيه المتفاعلات والنواتج مختلفة في أن هي أكثر من حالة فيزيائية أي يقصد فيه الحالة الفيزيائية يقصد فيها هو الحالة الغاز والحالة السائل والحالة الصلبة للتذكير كتابة تعابير ثابت الاتزان المتجانس من خلال المعادلة الموجودة أمامه هي عبارة عن مواد متفاعلة ومواد ناتجة هذه المواد المتفاعلة مع المواد الناتجة جميعها في حالة تجانس أي جميع الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج هي الحالة الغازية فهذا نطلق عليه بالاتزان المتجانس ولكتابة تعبير ثابت الاتزان تكون النواتج مقسوما قيم تراكيزها على المتفاعلات وقد سبق وأن تعلمناه في الحلقة الماضية أيضا يعتبر قيمة ثابت الاتزان كقيمة عددية تراكيز ثوابت الاتزان للمتفاعلات والنواتج مثل ما ذكرناه في حلقة السابقة بينما أكتب تعبير كتطبيق كتابة تعبير ثابت الاتزان التفاعل H2Gaz مع I2Gaz نلاحظ أنه يكون لي HI أيضا غاز فنلاحظ أنه باللون الأحمر واضحة أنه جميع الحالات الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج هي عبارة عن حالة غازية لذلك لما يتكتب قيمة الكي اي كيو رايح تكون المتفاعلات مقسوما على النواتج في التعبير ثابت الاتزان ومن خلال هذا القحد من خلال الكي اي كيو نلاحظ أنه يتم إيجاد القيمة العددية من خلال قيم تراكيز المتفاعلات والنواتج نشوف تطبيق آخر عزيزة الطالب عزيزتي الطالبة اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن ثابت الاتزان يعني في هذه النقطة رايح نشوف المعادلة تكون عكسية أو اللي هو المسألة تكون بشكل عكسي عاطلني القيم الكي اي كيو كتعبير عن ثابت الاتزان للسي او تو سكوير في الاو تو على السي او تو سكوير اللي هو يمثل ليه كتعبير ثابت الاتزان من خلال انا اتوصل الى ايجاد المعادلة الكيميائية انا هني رايح اوجد المعادلة الكيميائية من ما سبق ان ذكرنا هو ان هذا الجزء رايح يكون عبارة عن النواتج وهذا الجزء رايح يكون في المتفاعلات لذلك رايح يكون عندي سي او تو قاز يعطيني سي او زائد او تو ايضا قاز نلاحظ ان الاسس الموجودة بالنسبة الى المتفاعلات المتفاعلات والنواتج طبعا هنا واحد يعتبر رايح تكون هي عبارة عن المعاملات التي تكتب امام كل مادة متفاعلة او مادة ناتجة بعدها رايح ناخد تطبيق اخر هو التعبير عن ثابت الاتزان لمعادلة اخرى ايضا تكون بنفس الطريقة هو عبارة عن النواتج مقسوما على المتفاعلات هنا تكون عندي المتفاعلات اللي هي الـ NH3 مضروبا في او تو لاحظ ان الـ 5 والـ 4 رفعت على شكل اسس في النواتج صارت عندي الـ NO الـ NO ورفع الـ 4 بالنسبة الى عدد المولات كمعامل كاسس والـ H2O ايضا رفع الى شكل اللي هو 6 على شكل قيمة معامل الان ننتقل الى كيفية كتابة تعبير ثابت الاتزان للتفاعلات الغير متجانسة طبعا من خلال هذا التفاعل اللي لاحظ ان وجود المواد المتفاعلة او المواد الناتجة تختلف في حالة الفيزيائية للمواد يعني الـ A هي حبارة عن غاز بينما الـ B عبارة عن مادة صلبة في حين ان المادة C هي غاز بينما المادة D هي حالة سائلة فمن خلال السؤال اكتب معادلة ثابت الاتزان التي تتضمن تركيز النواتج الى تركيز المتفاعلات في الحالة الغازية فقط مع استبعاد المواد التي توجد في الحالة الصلبة يعني انا لما يكون عندي معادلة بهذه الصورة فقط تكتب الحالة الغازية لا تكتب الحالة الصلبة ولا تكتب الحالة السائلة لذلك تكون قيمة الـ K-AQ هي عبارة عن فقط C غاز مقسوماً على الـ A أيضاً الغاز في حين ان انا الغيت المادة السائلة والمادة الصلبة في ايجاد تعبير او في كتابة تعبير ثابت الاتزان للتفاعل الغير متجانس لأن التراكيز تهمل لأن التراكيز تكون ثابتة ولأنها تكون ثابتة فيتم تجاهل كتابةها ضمن التعبير ثابت الاتزان لاحظوا أن ثابت الاتزان هو يبقى مثل ما ذكرناه في الحلقة السابقة هو عبارة عن تركيز المواد النواتج على تركيز المواد المتفاعلة تطبيق آخر وهو إيجاد قيمة ثابت الاتزان للتفاعل عندنا اللي هو تستخدم او تستعمل صود الخبز اللي هو كربونات الصوديوم الهايدروجينية والذي يعرف بكربونات الصوديوم في الخبز كمادة عندما تتحلل هذه المادة تنتج لكربونات الصوديوم وغاز ثاني كسيد الكربون وبخار الماء من خلال تعريف المواد وللحالة الفيزيائية نلاحظ أن الحالة الفيزيائية هي التي تكون للغازية فقط هي بينما بالنسبة للسائلة والصلبة تهمل لذلك لما نتذكر وضع التعبير ثابت الاتزام بيكون عندي قيمة الكي اي كيو المتفاعلة النواتج مقسمما على المتفاعلات فكتابة النسبة بالنسبة عودا على المعادلة السابقة راح يكون عندي اللي هو المادة الصلبة والغازية مع المادة الغازية الأخرى كنواتج مقسوما على المتفاعلات لذلك رايح تحدف المواد الصلبة على اعتبار أنها ذات تراكيز ثابتة وتبقى فقط عندي تراكيز المواد الغازية لذلك تكون المعادلة بصورتها النهائية الكي اي كيو تساوي سي او تو ضرب الاتش تو او والاثنين معا هو في الحالة الغازية تطبيق آخر اكتب تعبير ثابت الاتزام للتفاعل آتي نلاحظ من خلال هذا التفاعل أن المواد المتفاعلة مختلفة في حالتها الفيزيائية منها الصلب ومنها الغاز والنواتج أيضا الحالة الفيزيائية الصلبة وغازية وبذلك للتعبير لكتابة تعبير ثابت الاتزام يجب أن تكون فقط عندي المواد الغازية ضمن المعادلة بينما المواد الصلبة لا تكون ضمن تعبير ثابت الاتزام فلذلك رايح تكون فقط المادة الصلبة أيضا يوجد تطبيق أخير وهو تفاعل الحديد الصلب مع غاز الكلور لتكوين ثالث كلوريد الحديد من خلال المعادلة التالية الحديد في حالة الفيزيائية هو صلب مع غاز الكلور لتكوين المادة ثالث كلوريد الحديد فبذلك يكون قيمة الكي اي كيو هي واحد على اعتبار أن النواتج هي ملغة فتكتب عوضا عنها واحد على السي ال تو ويرفع المعامل كأس ضمن المتفاعلات ختاما نطبق المثال في إيجاد قيمة ثابت الاتزام للتفاعل الكيميائي الذي أمامنا بدلالة التراكيز فمن خلال المعادلة التي هي في تكوين الأمونيا يوجد عندي تراكيز الأمونيا الـ NH3 وهي عبارة عن 0.933 مول لكل لتر والنيتروجين 0.533 مول لكل لتر والهايدروجين أيضا هي عبارة عن 1.600 مول لكل لتر من خلال هذه المعرفة إيجاد تعبير ثابت الاتزام ستكون عندي النواتج مقسوما على المتفاعلات النواتج بالنسبة إلى المعادلة مقسومة على المتفاعلات في إيجاد قيمة الكي اي كيو بدلالة التراكيز يتم تعويض كل قيمة محل قيمتها المساوية فرايح نوجد عندي لهو قيمة تركيز الأمونيا مقسوما على تراكيز الهايدروجين مضروبا في المتفاعلات مع الملاحظة بأن كل معامل يرفع كأوس ضمن التعبير ثابت الاتزام وبهذا الشكل نصل إلى ختام حلقتنا في إيجاد وتحديد قيم تعبير ثابت الاتزام وأتمنى لكم دوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته